السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم اليوم رحين ناخد ديس جديد في الوحدة الثاثة للصف الخامس الابتدائي صفحة رقم 18 وصفحة رقم 19 my house يعني بيتي الوحدة تكلم عن my house دعونا نشوف عندنا مثل ما نشوف محادثة هنا مكتوب my house بيتي my house بيتي your house your house بيتك our house بيتنا their house بيتهم خلاص her house بيتها his house بيته هذه الضمائر نستخدمها من كريم دائما نحاول عيد لقمها علشان تكون سهلة وتستفيدون منها لأنك رح تستخدموها كثير في الإنجليز ننتقل عندنا هنا يقول هنا talk time وقت المحادثة listen and point استمع وحدد هنا مثل ما نشوف عندنا وحدة قلت لها hello hello يعني أهلا قلت لها welcome 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 أهلا to our house لبيتنا our house بيتنا يعني بيتها هي بيت عائلتها would you like to come in يعني هنا would you like to come in هل ممكن تخشون داخل أو تدخلون داخل would you like to come in بعد ذلك قلت لها صديقتها اللي هنا yes please نعم لو سمحتي أوكي إذن المحادثة قلت لها بعد ذلك هنا دخلتهم داخل البيت قلت لهم I will show you around I will I will هنا l يعني I will I w i double l هذه كلمتين I لوحدها will أنا سوف اختصار لها I apostrophe I apostrophe double l يعني I will I will show you around سوف أريكم كل شيء يعني حاولين البيت around أوكي show you around بين قلت لهم this is the living room this is the living room هذه هي غرفة المعيشة هذه هي غرفة المعيشة قلت لهم this is the living room leaving معيشة room room معناها غرفة leaving room leaving لما نغيرها ممكن نخليها bedroom تصير غرفة نوم وهكذا خلاص room يعني غرفة بعدين قلت لها thanks يعني شكرا خلاص نقرأ المحادثة من جديد hello welcome to our house would you like to come in yes please i will show you around this is the living room thanks هنا number two practice مثل ما نشوف هنا number two practice the talks يعني حاول انك انت تحاول انك تقرأ هذه او تقول هذه المحادثة كأنك تمثلها بين صديقين act out the talks حاول تمثل المحادثة في صديقك كأنه انت عندك بيت كبيتك تدعي أصدقائك تقول له welcome to our house would you like to come in صديقك يقول لك yes please يعني تكون توريه غرف البيت i will show you around this is the living room this is my bed our bedroom this is the kitchen this is the bathroom وهكذا خلاص رايحين نتعرف في الصفحة التالية بعد الغرف ايش اسماءها بالانجليزي في صفحة fun time fun يعني مراحة time an old house في بيت قديم listen استمع and find one thing in each room حاول انك تجد حاجة رح يقول لك ياها في نص الاستماعي تحاول تلاقيها في الغرفة خلونا نشوف اول شي عندنا number one front door front door يعني الباب الامامي مثلا اقول لك what's the color of the front door يعني اشلون الباب الامامي مثلا انا ما اعرف صراحة النص الاستماعي اش راح يقول بس انا راح اخمن وانقول لكم what's the color of the front it's brown اقول it's brown يعني اشلون الباب الامامي هو بني بعد ذلك عندنا number two اللي هي living room او عفوا dining room dining يعني غرفة العشاء او غرفة السفرة اللي يقلون فيها dining room how many chairs are in the dining room how many chairs are in the dining room يقول لك كم عدد الكراسي الموجودة في غرفة الطعام مثلا راح نقول one two three four five six six chairs ستة كراسي خلاص مثلا what's the color of the rag in the dining room اشلون السجاد الموجود في غرفة الطعام عندنا ايش it's green it's green هي خضراء خلاص وهذا كذا نشوف بعد ذلك ثلاثة عندنا ثلاثة kitchen عندنا kitchen اوكي kitchen يعني مطبخ kitchen مطبخ ايش نقول مثلا what's the color of the fridge in the kitchen ايش لون الثلاجة في المطبخ fridge اوكي it's white مثلا it's white طيب نشوف رقم اربعة عندنا رقم اربعة اللي هي الbed او عفوا bathroom bathroom يعني حمام الله يكرمكم يعني حمام خلاص مثلا نقول is there اوكي what's the most color in the bathroom ايش اكثر لون موجود في الباثروم ممكن نقول white color اوكي بعد ذلك عندنا bedroom bedroom يعني bed bed لحالها bed لحالها معناها سرير room لحالها معناها غرفة لما نجمع حنخليها في كلمة واحدة تصير غرفة النوم اوكي غرفة النوم طيب ايش نقول هنا what's the color of the rug rug in the bedroom ايش لون السجاد في غرفة النوم it's red وهكذا وبعد ذلك عندنا number six leaving room leaving leaving room يعني غرفة المعيشة غرفة المعيشة is there a tv in the living room هل هناك تلفاز في غرفة المعيشة yes it it is اوكي yes it is اوكي وهكذا ممكن الأسئلتكم مختلفة بس تقريبا هو رح يسألك عن أشياء موجودة في الصورة خلاص إذا عرفنا انه عندنا front door يعني الباب الأمامي dining room يعني غرفة الطعام kitchen اللي هي المطبخ bathroom اللي هو الحمام bedroom اللي هي غرفة النوم living room اللي هي غرفة الطعام طيب مثلا ما أجل أسأل ممكن how many rooms in this house كم غرفة في هذا there are three rooms ثلاث غرف اللي هي dining room bedroom and living room how many kitchen one kitchen how many bathroom one bathroom one bathroom تمام بكذا نكون خلصنا الدرس الأول درس بسيط وممتع نتمنى يا رب أنكم فهمتوا خلونا نشوف المهارات اللي اكتسبناها من هذا الدرس I can أنا أستطيع act out the talks أني أنا أمثل المحادثة about showing around the house أني أنا أوري حول المنزل مثل ما شفنا هذا البيت الصغير وشفنا الأشياء الموجودة فيه with a partner مع صديق show أعرف someone around my house أعرض لأحدهم ما حول منزلي أوكي كذا نكون عرفنا كيف نقول أسماء الغرف في بالإنجليزية اسم المطبخ اسم الحمام وعرفنا كيف أني أنا أدعو أحدهم للدخول إلى منزلي وإذا دعاني أحدهم للدخول إلى منزله إيش أرد وإذا وراني الغرف إيش كمان أرد خلاص أتمنى يا رب أن الدرس واضح إذا بدأنا في الوحدة الثلاثة my house الدرس الأول يا رب أني أنا وصلت لكم معلومة بالطريقة الصحيحة والطريقة المفهومة يا رب إن شاء الله رح ينأخذ في فيديو قادم درس جديد درس جديد إن شاء الله يكون درس ممتع صفحة 20-21 يا رب إن شاء الله فهمتوا إذا عندكم أي سؤال أي استفسار بمكانكم كتابة تحت في التعليقات وإن شاء الله رح أجاوبكم في أقرى فرصة ممكنة حطوا لي لايك تقدير اللي تعب المجهود عشان يوصل للفيديو الأكبر قدر ممكن من الناس وأيضا إذا شتركوا في القناة عشان تكبر القناة فيكم وبكم ولما تشترقون فعلوا زر التنبيهات وحطوها على all أو الكل عشان أول ما أنزل الفيديو ينزلكم الإشعار بإني أنا نزل إذا عندكم أي اقتراح لهذه القناة لأن هذه قناتكم ولكم وإن شاء الله إني أنا إذا قدرت أطبق الاقتراح رح أحاول إني أنا أسويه عشان تكونوا استفدتوا بأكثر استفادة ممكنة وأقدرني أنا أوصل إذا حستيت أنه في طريقة أقدر أوصل فيها المعلومة بطريقة أحسن اكتبوا لي كمان تحت بالتعليقات يهمني أنا تعليقاتكم وأراءكم عشان أطور من القناة لأن هذا القناة لكم أنتم إن شاء الله نلتقي في فيديو قادم إلى ذلك الحين استودعكم والله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي ترجمة نانسي قنقر